وفي تصريحة خاصة للتلفزيون المصري وجع عدد من أعضاء اتحادات العمال والنقابات العربية الشكر لمصر حكومة وشعبا على دعمها الدائم لقال قضية الفلسطينية والحقوق الشعب الفلسطيني مؤكدين أن جميع قضايا العمال مطروحة أمام المؤتمر لتحسين بيئة العمل العربي المشتركة نوجه التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وإلى شعب مصر المضياف الكريم أرض الكنانة الرئيس التي يتنفسها الشعب الفلسطيني وهي حامية أن مصر هي حامية كل القضايا الفلسطينية وهي التي كانت حريصة دائما على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى تحرير فلسطين المؤتمر العمل العربي يعقد سنويا من أجل مناقشة ما يطرحه أطراف الإنتاج الثلاث إن كان حكومات أو أصحاب عمل وعمال هذه النقاشات تطرح من أجل موائمة معايير العمل الدولية مع معايير العمل العربية ووضع استراتيجيات أهم النقاط التي سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر إن شاء الله واقع العمل والعمال في الوطن العربي وتحديات التي يواجهها السوق العمل وكيف يتقلب عليها والتطلع للمستقبل إن شاء الله في ظل ظروف راهنة ظروف الاقتصادية الصعبة التي يمور بها العالم ونعتقد أن المؤتمر سيتأخذ قرارات الجرية في هذا المجال لما فيه مصلحة العمل والعمال في الوطن العربي نشارك بفعالية في هذا المؤتمر الذي يعقد في أرض الكنانة كعادته كل عام والأمور التي تطرح قضايا العمالة والتشغيل والعلاقات البينية والحوار الاجتماعي والعمالة المهاجرة ومسألة التعليم التقني والمهني كل هذه القضايا قضايا الضمان الاجتماعي والتأمينات كل هذه الأمور في الحقيقة هي الهموم التي تشغل بالمعظم دولنا ونعاني منها كأطراف إنتاج عمال وأصحاب عمل وحكومات